فازت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمركز الثاني في جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي في فئة المتاحف والهيئات والتي ترعاها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو هذا وكانت المنظمة أعلنت عن الفائزين بالجواز التي ترشح لها حوالي 160 مشاركة من مختلفية الدول العربية وبهذه المناسبة قال المدير العام للألكسو دكتور محمد ولد عمر أن برنامج جواز المرشد الثقافي خلقت حركة كبيرة في المتاحف العربية ومنح الفرصة للمرشدين الثقافيين لإطلاق عديد المبادرات الرائدة وإشار إلى أن البرنامج يعد أحد أهم البرامج المدرجة ضمن أنشطة برنامج سفيرة الألكسو فوق العادة للثقافة العربية وأطلق برنامج الثقافي بمبادرة من منظمة الألكسو وبالشراكة مع سفيرة برنامج الثقافة العربية فوق العادة للمنظمة العربية